كيف حالكم اصدقاء ان شاء الله بخير مبارح حكينا بفيديو كان المساء قبل الاغلاق اليومي انه ان شاء الله رح نشوف الارتداد من هوني انا توقعت لمناطق 35000 صار الارتداد اصدقاء بنضبط لمناطق 33000 وان شاء الله الامور لحد الان بخير سيولة كبيرة USDT دخلت من المحافظ على المنصات خلينا نشوف الصورة الصورة اصدقاء نشرناها على جروب التليجرام بدعوك انا لحتى تنضم لجروب التليجرام وعننا جروب مجاني وعننا جروب مدفوع الصورة نزلنا على الجروب المجاني بتوضح اكبر سيولة بتدخل على المنصات اكبر سيولة بتدخل من فترة كبيرة جدا هذا اللي خلى الاسواق ترجع تشتعل مرة تانية وخلى الاسعار ترجع ترتفع الفكرة يا شباب انه نعرف ايمت بدنا ندخل على السوق وامت بدنا نطلع من السوق مبارح نزلنا صفقات على المجموعة المدفوعة حابب بس استعرض معكم هالصفقات هدول لحتى انتو تاخدوا فكرة بس وتاخدوا خبرة من هالصفقات هدول خلونا نشوف الصفقات اللي نزلنا هون كانت عنا الماتيك حددنا اول هدف للشباب على الدولار وعشرة سنت خلونا نفتح عملة الماتيك شفنا اعلى سعر وصلته الدولار وإداعي السنت ضربت الهدف الاول ورجعت نزلت الفكرة اصدقاء انك اهم شي ما تطمع يعني البيتكوين وصل لخط مقاومة صعب انه يخترقها لازم يصحح بعد كل هالخضار هده انت بتبيع على الدولار وعشرة سنت تمام وبترجع بتشتري بالتصحيح سواء كانت تعليمات مني أو انت عبتشتغل لحالك وصل لخط مقاومة بيع انت واشتري بالتصحيح بها العملية هاي انت ربحت انت بالارتفاع وربحت من التصحيح العملة الثانية كانت كمان عملة البي ام بي عملة البي ام بي كمان احنا دخلناها بال 77 تقريبا او بال 75 كان الهدف الاول على ال 280 بعنا الان احنا على ال 280 كان الهدف الثاني 290 اذا بقي البيتكوين مكمل ارتفاعه الفكرة انك لما تتخطى الهدف الاول انت حط ستو بلوز على الهدف الاول بحيس نزل السعر بتأمن انت على ارباحك كمل السعر للهدف الثاني بتفعل انت خاصية ال OCO بتقدر تبيع انت على هدفين هدف الثاني والهدف الاول بحيس تضمن ربحك انت من الطرفين نزل السعر لل 278 هيك احنا حققنا ربح كمان بالصعود وحققنا ربح بالتصحيح الصفقة الثالثة اصدقاء صفقة الكردانو او الاهدة صفقة الاهدة اصدقاء اللي احنا دخلناها بمناطق خطيرة دخلناها بهالمناطق تقريبا قبل ما نضمن انه في ارتداد للبيتكوين قبل ما نتخطى الموفينج افريج 50 كان الصفقة في مخاطرة خبرت الشباب انا ستو بلوز الخاص فيكن على الدولار و 19 سنت اذا كسرنا الدولار و 19 سنت عندنا هبوط وهبوط قوي كمان الحمد لله كانت الصفقة رائعة وطلعنا وحققنا الهدف الاول اللي كان دولار و 28 سنت وصلت اكتر شي للدولار و 30 ورجع نزيل السعر كمان ربحنا في الصعود وربحنا في التصحيح كمان انا عبخبركم عبعطيكم انا فكرة اصدقاء عن الصفقات لحتى تعرف تحدد انت اهدافك بالاطلاع على البيتكوين بيتكوين كانت مقاومته على 33 الف 33 الف و 500 لما يوصل لها السعر هذا بتشوف انت العملات كلها طالعة هون انت بتبيع بتضمن ربح 8% 10% من كل صفقة بتلاقي حالك باليوم انت طالع بـ 50% مربح او 40% مربح من رأس مالك هذا امر رائع وكمان خلي معك انت للتعزيز في حال نزل عليك السعر انت تعزز وهيكي بصير السعر بشكل متوسط الصفقة البعدة اصدقاء صفقة الـ ATI لسه جاري انتظار الاهداف وصفقة كمان شيبة لسه عجاري الاهداف وضع البيتكوين اصدقاء مثل ما حكيت انا في فيديو سابق انه رح نشهد ارتفاع والحمد لله صار الارتفاع هذا اللي صار هوني بتوقع انا تصحيح ورح يكمل يختبر منطقة 35 الف ممكن بالساعات القادمة ممكن مع بداية اسبوع جديد الله اعلم اصدقاء لكن الحمد لله الوضع مثل ما توقعنا ممكن منطقة 35 الف انه كلام تاني ممكن يصير ارتداد ممكن يصير نزول الله اعلم يا شباب من ساعة لساعة بيتغير التحليل وبيتغير الكلام وبيتغير وضع السوء بشكل عام تصحيح هوني كان قاسي اصدقاء صار عنا تصحيح بنسبة 3 بالمية هذا تصحيح يعتبر قاسي بالنسبة لها الطلعة هاي اللي طلعناها الماركت كاب كمان اصدقاء احنا عنا تريليون وثلاثمئة مليار عنا استحواز البيتكوين كان الصبح 37 بالمية حاليا 46.9 الاستحواز كل ما يخف السيولة رح تطلع من البيتكوين ورح تتوجه لباقي العملات شفنا بالفترة الاخيرة لما يطلع البيتكوين العملات كلها بتنتعش لكن حاليا صعود باقي العملات مع بتوازى مع صعود البيتكوين رح نشوف ان شاء الله تحسن باغلب العملات اذا بقي البيتكوين محافظ على مساره الصعودي هيك وصلنا نهاية الفيديو اصدقاء بتمنينا لعجبكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة